وارجعنا لكم مشاهدينا ولسا مكملين معاكم الفقرة الطبية وبنتكلم النهاردة عن هل كوفيد-19 بيأثر على السيدة الحامل طبعا فترة الحمل بتبقى فترة صعبة جدا على كل السيدة وبتستمناها طبعا وبتبقى عايزة تغذية مناسبة وبتبقى عايزة كمان إجراءات وقائية لها خصوصا في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي وكل السيدة بتخاف تفكر في الحمل في الفترة دي فتعالوا نعرف أكتر وأكتر عن هل فيروس كورونا بيأثر على سيدة الحامل وعلى الجنين مع الدكتور اللي مشرفنا النهاردة دكتور محمد إبراهيم سالم أخصائي التوليد وأمراض النساء وتأخر الحمل والإنجاب والعاكم أهلا بحضرتك دكتور محمد أهلا بحضرتك دكتور محمد شرفتنا طريقين عامل إيه دكتور لا الطريق زحمة جدا بصامة حريقة طيبة أول وحضرتك بخير الأيام اللي احنا داخلنا عليها وكل السنة والسادة المشاهدين طيبين وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله إن شاء الله يا دكتور يا رب يرفع عندنا كده الوباء والأمراض يعني فترة فعلا صعبة علينا كلنا ولكن احنا لازم نتابع الإبراءات الوقائية ونخلي بالنا كويس دكتور في الفترة الأخيرة طبعا كان في حوار حول السيدة الحامل وكوفيد-19 وهل هو بيأثر فعلا على السيدة الحامل والجنين؟ وحضرتك كوفيد-19 ده أصبح حديث الساعة وطبعا عشان نقدر نقول ضقالة المعلومات الطبية لأن ده حاجة مستجدة يعني هي الفيروسات عقلة كورونا اللي هو منها كورونا فيروس اللي هو المسبب لمرض كوفيد-19 هي معروفة من زمان جدا وناس كتير جدا أصيبت بعديد جدا من البكتيريا أو الفيروسات الحقيقة دي كلها وخفت منها بجهاز المنع ولكن المشكلة كوفيد-19 أنه جاي بنوعية جديدة بتحور جيني في الفيروسات بتاعته وبالتالي احنا ما عندناش المعلومات الكتيرة جدا عن هذا الفيروس وبالتالي حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها مازالة الأبحاث جارية من ناحية التوصيف والتشخيص لأنه لو حديك تتبعتي المرض ده في آخر ستة شهور هو مالوش قاعدة سابتة يعني بص حديك ما تقدريش يعني تقولي والله التشخيص واحد اثنين تلاتة الأعراض واحد اثنين تلاتة هيبقى العلاج واحد اثنين تلاتة حتى هذه اللحظة ممكن يضرب أي جهاز احنا كنا معتقدين في البداية أنه بيضرب الجهاز التنفسي لا دلوقتي ممكن يضرب الكيلة الجسم كل دكتور ده بيضرب الجهاز الهضمي يضرب أي جهاز على كل عضاء الجسم على كل عضاء الجسم وبالتالي هو ما فيش رؤية واضحة تزيل اللحظة اللي يهمنا احنا في المجال بتاعنا اللي هو الحمل والستة الحامل بيبقى طبعا هناك تخوف يعني هي استة الحامل بطبيعتها ما بتحمل بيبقى فيه تخوف من حاجات جدا كترة جدا أولا دي تجربة جديدة في حياتها بتنتظر حدث سعيد وبالتالي بتبقى أي مشكلة حتى لو دور برد عادي هي بتقلق وتخاف منه بتتخيل بقى لو هي فيه حاجة في المجتمع واسمها وباء وهذا الوباء قد يعني يصيب أي إنسان بغض النظر عن طبيعة جسمه أو نوعيته أو هل هو مصابقة جهاز المناعة يعني كمان بيبدأ بقى الهاجس الخوف بقى واحنا النهاردة طب المرض ده فعلا يقص على الستة الحامل طب احنا نوقف الحامل أو لا طب هل هذا الفيروس بينتقل من الستة الحامل إلى الوليد بتاعها أو الجنين طب هل لو الستة دي ولدت بعد كده هل هي ممكن تردع أو لا كل هذه الأسئلة كانت تشغل بال كثير من العلماء حتى هذه اللحظة اللي احنا نتكلم فيها ما زالت البيانات غير محددة ما زالت الأبحاث العلمية قائمة وجرية بس لنا أقدر أطامن بيستدر المشاهدين حتى هذه اللحظة وأنا متأكل من كلام بتاعي ولها مصادر في منظمة الصحة العالمية وأبحاث علمية لسه منشورة من أيام قليلة لغاية أنه لم يزبط علميا على الإطلاق نقل أو انتقال الفيروس من الأم الحامل إلى الجنين بتاعها وده دلاته أنهم حتى ما لقوش أثر هذا الفيروس في السيل الأمنيوسي السيل الأمنيوسي ده حضرتك اللي هو تقدر تقولي كده الماء اللي حوالين الجنين وبالتالي أي حاجة بتأثر على الجنين ممكن تؤثر على السيل اللي هو بيغزي الجنين أو الجنين بيعوم فيه بمعنى أصح وبيساعده على الحركة داخل بطن أو داخل الراحم بتاع مامتو في نفس الوقت لم يزبط على إطلاق أنه احنا في مشكلة ما عشان نمنع الحمل يعني هي لا إحنا ممكن نحمل عادي خالص بس هي حضرتك الست الحامل أو اللي متجوزة أو اللي مقبلة على الحمل هي تتبع نفس الإجراءات الوقائية اللي احنا بنتبعها والتحذيرات بتاع منظمة الصحة العالمية والبروتوكولات بتاعت البلد اللي احنا عايشين فيها لأنه طبيعة كل منطقة وكل دولة في طبيعة السكان وغرافية الإنسان البيئة والمناخ والتغذية طبعا بتختلف من دولة وبالتالي يعني الشاهد من القول أن احنا مش عايزين نقلق أي ست سواء هي مقبلة على الحمل أو هي حامل أو حامل ولدت على فكرة يعني أنت حضرتك لو ولدت عادي خالص تتعاملي مع الجنين بتاعك بمنتهى الاريحية ما فيش حاجة اسمها تباعد اجتماع بين حضرتك والأم والجنين بتاعها لا تقدر تردع ما فيش أي مشكلة من الرضاعة يعني لم يزبط برضو علميا حتى زي اللحظة أنه هذا الفيروس بينتقل في لبن الأم يعني يا دكتور دا كان كلام فعلا في الفترة الأخيرة هل بينتقل عن طريق الرضاعة أو اللبن فهي دي مشكلة دي مشكلة هو بص عشان تصل إلى قمة النجاح لازم ترد شيء إلى أصله أنت عشان تستقل معلومة طبية حاول ترجعي لقول الإعلم أصحاب الخبرة الطبية إحنا عندنا النهاردة كمية شائعات مغردة وكمية معلومات مغلوطة بيتدولها الناس على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وحاجات كتير جدا وبالتالي نصيحتي لأي سيدة أن هي بتحب النهاردة تاخد معلومة طبية أو عايزة تسأل على سؤال تشوف أهل الخبرة في هذا التخص هي عايزة حامل أو بتدارها لحامل أو هي حامل لا تروح لأطباء النساء والتوليد لأن أقول لحضريك حاجة من أول منتشر هذا الوباء وإحنا كلنا كأطباء النساء والتوليد قرينا في هذا الموضوع بنحاول نجيب كل الأبحاث العلمية وبالتالي ما فيش أي مشكلة نهائيا على أي ست هي حامل وحتى هذه السيدة لو أصيبت أثناء حملها ما تخافش على الجنين ولا تشوفات الجنين وبرضو كان فيه ستات بيقولوا طب إحنا نول الطبيعي ولا قيصري وهل إصابتنا بالفيروس ده يقدر يشكلنا مشكلة أو يحدد نوع الولادة لا بص حضرتك أنت مشي في سكة حملك عادي خالص كأنك ستة طبيعية لو جات لك الأعراض هتعالجك أعراض زي أي ستة بتعالج ماشي حامل نوع الولادة بتاعك طبقا لمحددات الطبيب يعني لو حضرتك الولادة بتاعك لو تحتاج سزيريان تمشي سزيريان لو محتاجة تمشي في سكة الحملة الطبيعي والأمور عندها كويسة تمشي في سكة الحملة الطبيعي طيب يا دكتور بعد إذن حضرتك هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوار مشاهدين هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوار ورجعنا لكم مشاهدين ولسا مكملين معاكم ومعنا الدكتور محمد إبراهيم سالم أخصائي التوليد وأمراض النساء والتأخر الحمل والإنجاب والعقم وبنتكلم قبل الهوى مشاهدين عن هل كوفيد-19 بيأثر على السيدة الحامل وفي الفترة الأخيرة طبعاً بيتقابل مشكلة كبيرة جداً كل سيدة تعالوا نعرف أكتر مع الدكتور محمد أهلاً بحضرتك يا دكتور محمد قبل الفاصل يا دكتور محمد حضرتك قلت حاجة جميلة جداً حتى لو السيدة حست أن هي عندها الأعراض تتعامل عادي وتتعايش عادي ولكن تتجه إلى الطبيب في سيدات كتير جداً بتخاف وبتقلق أول ما تحس أنها جالها الإصابة بكوفيد-19 أولاً بس لو هي أصيبت عايزين تتعامل يعني ما فيش ألق أو طاق يعني إحنا عايزين نتعامل بهدوء مع المرض حتى لو هي شخصت أن كوفيد-19 فعلاً لعلاجات ولأدوية يعني إحنا النهاردة مش عايزين أول ما إحنا نسخن النهاردة أو عندنا ارتفاع في درجة الحرارة يبقى إحنا عندنا زعر أو ألق أو طاطم ده أنا كده شخصت أن كوفيد تزعتش على فكرة إحنا ممكن تسخن درجة الحرارة بتاعتنا لأي سبب إن كان ممكن يكون عندي إلتهاف في الليسة مثلاً إلتهاف في الجوب الأنفية في بعض الناس بمعندهم إلتهاف في اللوستين في إحتقان في الزور أو حيزة كده وبالتالي دي كلها أسباب ممكن تؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة وبالتالي إحنا مش عايزين أي ارتفاع لدرجة الحرارة في ست حامل نشخصه دوقت النجوف التسعتاشر ومع ذلك لازم نهتم نقل بالأسباب برضو مش معنى كده إنه ناخد مخفضات الحرارة وقعد في البيت لأ أنا أبدأ بمخفضات الحرارة طيب لو السيدة الحمل حست إن هي عندها سخونية وتعبانة أول حاجة تعمل إيه؟ أولاً تبدأ بمخفضات الحرارة ده رقم واحد زي إيه؟ زي البرستامون ومشتقات ولو يعني في السوق أبيمول بندول ده آمن لها لأن حضرتك عارف السيدة الحمل بتخاف تاخد أي حاجة طبعاً من الأجوية منظمة الصحة العالمية وكل الناس اللي هم تابعوا هذا المرض هم بيقولوا إنه البرستامون اللي هي بندول وأدول وبرامول كل مشتقات مجموعة البرستامون هي أساساً آمنة مع كوفيد-19 هي أساساً من الأساس هي آمنة مع الحمل كمان يعني من ضمن الحاجات المخفلة ده درجة حرارة آمنة من أول حتى يوم في الحمل يعني مش شرط يبقى لازم يعد أول ثلاث شهور لأ حضرتك ممكن تستخدمي كل مشتقات مادة البرستامون من أول يوم في الحمل لغاية 9 شهور وبالتالي ما فيش خوف إطلاقاً أن أنت لو حسيت في أي وقت بيرتفاع في درجة الحرارة أن أنت حتى بدون أن تزابي للطبيب في هذا الوقت ممكن تبدأي مخفضات للحرارة وبعدين ترفع سماعة تليفون تبدأي تحدد معه مع الطبيب بتاعك ويبدأ هو يفحص حضرتك ويعملك سونار ويتطمن على الجنين ويبدأ يشوف هل هو فعلاً ده اشتباه في الجوفة-19 ولا دور برد عادي أو ارتفاع في درجة الحرارة لأي سبب آخر طبعاً لأن في الفترة دي هي السيدة بتبقى ألقينا جداً لأن أولاً السخنية مش عارفة تنزلها إزاي وفي نفس الوقت لازم لها أدوية ولها نظامها لأن أي أدوية تبقى غلط عليها تحت إشرف الطبيب فحضرتك قلت البرس التامول والمجموعة دي كلها ممكن تاخدها لو حست إن هي ارتفاع في درجة الحرارة أو حيث طيب يا دكتور هنا هل بيأثر على الجنين أو بيحصل أي تشوهات في الفترة دي لو هي جالها الإصابة؟ حتى زي اللحظة ما فيش أي تشوهات خاصة بالجنين مرتبطة بكوفيد-19 يعني ما فيش تحت إيدينا أبحاث علمية أو منشورات طبية مثلا بتقول والله إن إحنا عملنا الدراسة النهاردة على مثلا ألف سيدة حامل عشان تعمل الدراسة وتقول فيه تشوهات جنين أو لأ لازم تاخدي مجموعة من الناس ولازم في توقيتات مختلفة من الحمل وإحنا غالباً في الطب بنقسم الحمل اللي هو تسع شهور لتلت مجموعات أول تلت شهور وبعدين تلت شهور وبعدين تلت شهور وبالتالي لازم أعمل دراسة على أول تلت شهور هل بيعمل تشوهات؟ لأ وبعدين أعمل دراسة على التلت شهور التانيين وبعدين أعمل دراسة على التلت شهور وبعدين أجمع كل الدراسات دي مع بعض هنشوف فعلاً هل حتى لو حدث تشوه هل ده بسبب كوفيد-19 ولا بسبب تلوث في الجو ولا بسبب الناس 6 تناولت أدوية معينة أثناء كوفيد-19 وبالتالي حتى الوقت اللي إحنا عايشينه أقدر أطمن السيدة المشاهدين السيدات لهم تفروا عليهم النهاردة أنت ما تقليش خالص يعني لو جالك كوفيد-19 ده عادي خالص مفيش أي تشوهات فتعامل بشكل عادي خالص لم يزبط حتى هذه اللحظة أي تشوهات خاصة بالأجنة على الإطلاق طيب كويس لأنه بحصل ألأ وكمان التشخيص أهم حاجة طبعاً يا دكتور محمد في البداية وشيء مهم جداً طيب حدثك تنصحب إيه بقى برضو يا دكتور محمد لو حصل حاجة حصل مثلاً جالها الإصابة فهي الإجراءات الوقائية شيء مهم جداً إن هي تتباحها ولكن هي لازم برضو تتعايش وتتعامل في الحياة التغذية شيء مهم جداً حدثك تنصحها تتغذب إيه مهم جداً عشان الجنين وصحتها طبعاً بس هي السيدة الحامل طبيعي بيحصل فيها تغيرات فيسولوجية وهيرمونية أسنى فترة الحامل وهذه التغيرات ممكن تؤدي إلى ضعف في الجسم المناعي أو الجهاز المناعي وإحنا الحرب بتاعتنا ضد فيروس كورونا متمثلة في الجسم المناعي فطبيعي جداً أي سيدة حامل بيكون عندها ضعف في الجسم المناعي فما بالك بقى لو هي كمان في توقيت خايفة من انتشار الوباء ومحتاجة إن إحنا نرفع المناع بتاعتها بحيث إنها تقدر حتى لو جالها الكورونا فيروس في أي وقت نقدر تواجه وتقدر تقدر عنه طبعاً أهم حاجة نقدر نشل بها حاجتين مهمين جداً أول حاجة العامل النفسي ما تتوترش ما تقلعش ما تبقاش مزعورة ما تبقاش ألقانة ما تبقاش خايفة أو متوترة تعرف إنه بيصيب 80% من البشر وبيعدوا دون أن يترك أي أصل ودي نسبة جبيرة جداً ده رقم واحد رقم اتنين التغزية زي ما حالك قلت التغزية دي متمثلة في حاجات إحنا أساساً زي حمض الفليك والحديد من بداية حمض الفليك حمض الفليك بيدي أم الأول خالص عشان بيتشاوات الأجنة بالضبط يعني حمض الفليك بيحمي أول تشاوات أول ثلاث شهور من الحمل بيحافظ على الأجنة بدون أي تشاوات ده رقم واحد بنحاول نوصي بالمكملات الغذائية عليها البروتين ده حاجة مهمة جداً فيتامين A وكل مضادات الأكسادة تقدر ترفع الجسم المناعة وبالتالي لو هي جالها أي إصابة بكوفيد 19 أو اشتباه الجسم المناعة بتاعها بيبقى قوي جداً ويقدر يجابه هذا المرض وممكن يتغلب عليه بدون أي مشاكل تذكر وممكن يعدي كأنه دور برد أو انفرانز عادي دون أن يسبب أي مشاكل الجنين أو تطور الحمل أو نمو الجنين هذه الأشياء بعيدة خالص عن فيروس كورونا طبعاً ولازم الإجراءات اللقائية تتبحها إذا نزلت أو راحت وياريت برضو التحركات بتاعتها بتبقاش كتيرة برضو طبعاً يعني الخروج زيدة على اللزوم مش لازم التعامل مع الناس بسي أقول لحديك حاجة بغض النظر هي حامل أو أصيبت أو اشتباه كل إجراءات الوقاية طالما إحنا لم نعلن أو أي جهة رسمية أعلنت أن إحنا انتهينا من هذا الوباء أو أن إحنا خلاص المستشفات عزدة قفلت مثلاً والانتشار تم المرض تم انحصار في هذا الانتشار أو إحنا أعلننا أن إحنا سفر إصابات وصفر وفيات طول ما إحنا ما أعلناش هذه اللحظة كل الناس بغض النظر دي ستة حامل أو مش حامل لابد أن تتبع الإجراءات الوقائية من حيث تتبعه دي الاجتماعي ارتاء الكمامات غسل الإيدين غسل الإيدين استخدام المطهرات يعني ما زلنا تحت بند أنه فيه مازال وباء ولم نعلن عن انتهاء هذا الوباء بعد وبالتالي لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية ما نخدش منه والله خلاص بإيه دي مرحلة وعدت ولاي دكتور محمد أنا رحس الناس خلاص بدأت تتعايش حتى لو الناس بدأت تتعايش الست الحامل لها خصوية في كل حك مش عايزين حتى انت النهار لو شفت فيه ناس بتتعايش لا انت الحمل نفسه ده مجهود جدا على كل وظائف الجسم بتاعت حضرتك فحتى انت لو شاف انه فيه ناس بيتعايشوا بطريقة عادية خالص في المجتمع أو سيدان بتروح وتيجي لا انت لك خصوية معينة في التعامل وفي طريقة التغذية وفي طريقة تكيف الجسم على الحمل وفي طريقة متابعتك يعني نبقى نطلق من حريك تحليل ونشوف نسبة المجلوبين وهل انت دخلت في مشاكل خاصة بالأنيميا أو لا وايه التغذية المناسبة لحضرتك كل هذه الأسئلة وكمان نمو الجنين بيبقى ده برضو احنا بنتابعه وبالتالي لابد ان احنا نتبع كل الإجراءات الوقاية واحنا تفضلت حافظة عن نفسك حتى انت مش عايشة نفسك برقية انت اصبح عندك بيبي يعني فيه مولود وبالتالي انت عايشة لحاجة منتظرة لحظة سعيدة في المستقبل وبالتالي ان احنا نجعل نفسنا شوية خلال فترة الحمل ناخد بالنا وناخد بالنا خلال التسع شهور لغاية ما ييجي البيبي وبعد كده عايشة حياتك خلص ما فيش ايه مشاكل ان شاء الله طبعا بعد بقى الولادة طبعا السيدة برضو بتفضل قلقانة وخايفة ومش عارفة تعمل ايه طيب هي اذا كان عندها فيروس كورونا بعد الولادة التعامل ازاي مع الجنين بصي الجنين بعد الولادة مباشرة محتاج العمل النفسي يعني احتضان الام ليه تمام ويه بداية الرضاعة الطبيعية ده بيحسس الجنين بالامان وده بيفرق معاه بعد كده في المستقبل من ناحية التطور السيكولوجي والفكر بتاعه رقم اتنين من ناحية الجسم المناعي لان احنا عارفين في حاجة يعني بالعرف كده اسمه ايه لابن استرسوب يعني المغز جدا ده مش حاجات مغزو بس حضرتك ده فيه كمية من الاكسام المضادة اللي بتبدأ تصل الى هذا الجنين وتبدأ تكسبه مناعة قوية جدا خلال اول ستة شهور في حياته وبالتالي مش عشان احنا خايفين على ابننا ان احنا نحرمه من اللحظة الحلوة دي مش عشان انت خايف ان انت اشتباه او مصابة لا تقدري تردعي حتى لو انت اللي علماء قالوا حاجة مهمة جدا ما بنقلش عن طريق اللبن خالص يعني هو لم يزبط علميا انه بينتقل عن طريق حليب الام لدرجة ان العلماء في هذه النقطة اتكلموا بوضوح شديد جدا لو انت مصابة هتبقى الحالة الصحيات تحتك مش اللي هي كويسة ممكن تكون عندك ادفاع في طريق حرارة وبالتالي مش قادرة تتعامل مع الوليد بتاعك او ابنك او بنتك بصورة سليمة وانت عندك لبن لازم ايه يتعامل او يعني لانه دورة اللبن دي لو ما حصلش انه اللبن ده فيه ادرار باستمرار هي هتتضر بتبدأ اللبن يقف وتبدأ الغدى انه خمية توقف افراز هربوني لبن في السادق وبالتالي الامة هتتضر والابن هتتضر فالعلماء قالوا ايه قالوا ممكن نصل الى مرحلة ان انت تعصري سادق وتنزلي اللبن عشان تبقى فيه دورة تجديد اللبن باستمرار لحين انت ما تخفي من هذا المرض وتدي وتستخدم الرضاعة طبيعية يعني شوفهم ما بيفكروا لقدام جدا يعني مش معنى ان انت بقتي مصابة ان انت تبقى عن ابنك او تحرميه من فترة اللبن بتاعت حضرك لان انت لو حرمتيه ترى تربة خمس ايام اللبن بينشف على كده وبالتالي ما فيش رضاعة طبيعية خلال هذا الوضع يعني وبالتالي العلماء قالوا ان احنا ممكن نعصر باستمرار ونفضي ممكن نحطه في ببرونا ونغير اللبن ده باستمرار بغاية من الام ان شاء الله تخف وتبدأ تغطي بناها على صدرها وتبدأ تعمل رضاعة طبيعية ما فيش اي مشكلة خالص علشان صحتها طبعا ده لو احنا مصابين لو مصابين اه عن طريق رضا على الببرونا بزرط طبنا النهاردة خفيت بقى اه خفيت ما عنديش اصابة او تردع ما فيش مشكلة او النهاردة انا خايف يجيلي الكورونا وخايف على ابني لو يكون انا مصابة وانا مش عارفة حامل للمرض وانا مش عارف فانا هابدى ابعد عن ابني لأ حضرتك يعني عملي ابنك او بنتك كحملة عادي وكرضاعة طبيعية عادي خالص ما تقوليش يعني انت عارفة تقولي ايه انا خايفة على اكتر من اللازم فهابد عنها انا مش هرد عشان خايفة ممكن انا انقلها المرض ممكن اكون مصابة ومشوخ دبالي ممكن اكون انا مصابة ومعليش الاعراض وبالتالي خايفة ابني او بنتي ينتقل المرض لأ حضرتك خدي ابنك او بنتك في حضنك رضعي رضاعة طبيعية عادي خالص الاحساس بشعور الامان بالنسبة للطفل ده مهم جدا في بداية مراحل حياته الاولى وحضرتك اللبن والرضاعة الطبيعية هي اللي هتحميه وتحمي حضرتك خلال الفترة اللي جاية من اي اصابات او املاك قد تصيب هذا الرضيع اه طبعا يا دكتور هي في الفترة الاخيرة دي السيدة بتبقى مطلخبطة جدا وبتبقى مش عارفة تعمل ايه التعامل ازاي مع الطفل اه حتى الرضاعة كمان في سيدة بات عرش تردع ازاي نقدر ومعلومة حضرتك جميلة جدا قلتها سرسوب اللبن اللي في الاول ده للطفل في بداية الايام بتاع هي تماني المشكلة دي بتبقى غالبا تلخذيها بزرق بتقوي جدا بس المعلومة اللي انت زكرتها دي ممكن تكون اكتر حاجة في الناس لما اول مرة يحمله ويولده بتبقى طبعا يعني لانو الطفل او الرضيع بيقلب حياتك والله في سيدات ما بتحبش تردع دي مشكلة كبيرة جدا طبعا صور كمان بتخلي حياتها نوم الليل نهار والنهار ليل وما بتنامش كويس ويهي علقانة متوترة فهي وقصد لو اول رضيع يعني لا ده كمان في الطبيعي قبل كوفيد-19 وقبل الدربكة دي كلها بيخافهم ما بحبش أردع دي مشكلة كبيرة جدا انت بجنة وباء احنا النهاردة وبيقصر على جهاز المناعة والجهاز المناعة لما يكون ضعيف بتلاقي بتقابلنا كل التوصيات الطبية كلها أجمعت نصيح عليهم بقى عرفك أجمعت بلا استثناء على أهمية الرضاعة الطبيعية بلا استثناء يعني محدش النهاردة جات أي يعني منظومة طبية مثلا أو لجنة مسؤولة قايت والله يا جماعة الرضاعة الطبيعية دي مش مهمة أو الرضاعة الطبيعية دي احنا شايفين أنه لبن الصناعي هو بدل الرضاعة الطبيعية كل التوصيات الطبية من كل المراجع الطبية من كل أنحاء دول العالم بلا استثناء الحاجة الوحيدة اللي أجمعنا عليها في الطب هي أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطب حتى النهاردة الناس اللي بيكون عندهم اللبن قليل أو الفترة يعني السدي مفيش إضرار في اللبن بطريقة ويسألك حتى على الآل رضع من 4 إلى 6 شهور يعني ما تحرموش حتى أنت لو شاف أنه اللبن مش هيكمل على الآل خذي أول أو 4 من 4 إلى 6 شهور دي هتكسبه مناعة في المستقبل وإنتي مش هتعرفي قيمة هذا الموضوع لما تلاقي كل أطفال اللي هم ماخدوش رضاعة طبيعية مصابين بيحتقان في الظهور بكل حاجة باعة خسن هو ضعيف يعني كل حاجة بياخدها على طول جسمه ما عنده هاء ما عندهوش الأكسام المضادة أو المناعة آه يعني مناعته مش قوية طبعا طيب دكتور طبعا كوفيد-19 كله يعني هو عدو خافي فعلا إحنا مش عارفين نغاية دلوقتي وصلنا لإيه أو هنعمل إيه معاه فبالتالي إحنا عاملين نعمل إجراءاتنا اللقائية والتعامل إزاي وكل حاجة طيب بعد بقى ما تخلف وبتتعايش وبتتعامل والرضاعة التغذية بقى للأم مش مهمة جدا في الفترة دي إزاي بقى التغذية بتاعتها إيه تنصح حضرتك بيه عشان برضو اللابن وبرضو الطفل يتغذى معنا هي تغذية يعني تاكل كل حاجة فيها معدلات بروتين عالية جدا عشان تبدأ يعني الجسم المناعي بقى قوي في هذه الفترة تبدأ تشرب سوال كتير يعني حتى هما وفترة الحامل برضو دكتور تشرب سوال كتير تشرب سوال كتير جدا ودافية في كوفيد-19 بيقولوا إن إحنا نشرب سوال كتير وسخنة أو دافئة أو حاجة زي كده فبالتالي إحنا أساسا كمان في الطبيع بنخلي الستة تشرب ماء كتير علشان فترة الحامل بتخلي زي ما تقولي كده زيادة تخصر معدلات الدم يعني الدم يتقل فيبدأ سريانه في الأوردة أو الشرايين تقيل شوية فتبقى الستة معرضة لجلطات فإحنا في هذه يعني التمالي بننصح الستة الحامل إنه على قد ما تقدر الشربي سوال كتير علشان بغض النازع عن كوفر 19 أنت بس حالك الشاب سوال كتير جدا علشان وخاصة ما تطلش في مرحلة جفاف الأوردة أو الشرايين إحنا برضه في الصيف وعايزين سوال كتير جدا وبالتالي كل السوال بكسرة هتبدأ تقلل من الإصابة أو معدل إصابة بالجلطات هتبدأ تخلي معدلات إضراء اللبن كويسة جدا هتخلي الجسم المناعي بتاعنا كويس جدا مع البرتنات مع الكاربودريت مع النشا الحاجات بكلها بتبدأ تحسن في تكوين اللبن وبتحسن من النوعية أو الجودة بتاعت اللبن وبالتالي أنت بتفيد الجسم المناعي بتاع حضرتك من ناحية وبتفيد الرضيع بتاعك من ناحية أخرى شيء مهم جدا الصحة ناخد بالنا كويس جدا في الفترة دي التغذية السليمة برضو ناخد بالنا كويس جدا الحالة النفسية حضرتك برضو قلت الحالة نفسية شيء مهم جدا بتنعكس على البيبي الطفل بعد كده فيما بعد الوقت بقى يا دكتور النوم شيء مهم جدا برضو الأم لما ترتاح وتاخد وقتها بتقدر أن هو برضو جسمها يستعد للحياة وتدي لابنها برضو في الفترة دي وشيء مهم جدا يعني الوقت الوقت زي بصي أنا يعني أنا أرجع هذا الأمر إلى الدعم النفسي من قبل الزوك بقى هنا بيجي دور الزوك في هذه المسألة لأنه هي الستة بتبقى زي بتقولي كده بالبلد دي اللي فهم كافية يعني هي بقى بتردع وصحية وممكن تكون ولدة قيصاري وفي فترة النفاس وفي دم بينزل وفي تغير في الساعة البيولوجية بتاعتها برضو الحتة دي بتبقى منسية عندك السيد جدا من الناس أنه الساعة البيولوجية بتاعت الست اللي هي الصحيان والنوم حياتها بتطلق بقى جدا يعني بتلاقيها مثلا بتنامي ساعة ستة الصبح يعني هي عايزة تنامي ساعة 12 بالليل ابنام صحية لغة ساعة ستة الصبح هو هو يبدأ ينام هي تبدأ تنام هو يصحة هاني وبالتالي بقى فيه لغبطة هنا بقى دور الأسرة بصفة عامة يعني أنا وجود الأسرة في هذا التوقيت مهم جدا الدعم النفسي من قبل الزوج لازم هو في التوقيت ده مراته ممكن تبقى متعصابة شوي عندها عصبية عدم النوم أنت أساسا لو أنسينا السليم وعنكش أي طفل ونعمة مش كويس بتبقى متعصابة فهوالك بقى أن أنت مسؤولة من طفل بتوقيتات معينة بالرضاعات معينة وبالتالي احنا لازم نستحمل بعض في هذه المرحلة الزوج يقدم الدعم النفس كويس جدا الزوج هو المسؤول عن توفير البيئة المناسبة وامتصاص غضب زوجته وبرضو يساعدها في البيبي وفي حمل البيبي تشيل البيبي حيث ده مهم جدا على فكرة بتفرق بتنعكس نفسيا جدا على الستة أول حمل في حياتها بتبقى الدنيا عندها كلها مطلق بطر أو تاني حمل برضو ده تاني حمل ببقى أصعب تتعندها خبرة شوية خبرة بس أصعب ببقى أصعب جدا أصعب لعشان في بيبي تاني في بيبي تاني وفي مسؤولية أكتر وهي جسمها كمان بقى الحديد والحاجات دي كلها افتقادتها في الفترة اللي فاتت عشان كده عايزة تغذية أكتر تأثرت نقطة مهمة جدا أنه فيه ناس بتقولك أنا إيه وقت الرضاعة أأكل كويس لأ عايزة أقول لحديك حاجة أنه التغذية مش وقت الرضاعة وقت ما أنا حامل بس التغذية ما بين تنظيم الأسرة يعني إيه يعني أنا النهاردة حملت رضعت وهقعد سنتين تاني لغاية ما أحمل تاني يعني أنا ما استمعنا كل سنتين أو تلاتة أحمل عايزة أقول لحديك أنه مخازن الحديد الموجودة في نخاء العظم وفي عند هذه السيدة البيبي بيمتصار كلها في الشهر التامن أو التاسع وبالتالي هو يقدر يفضي كل مخازن الحديد اللي عند ممته وبالتالي السيدة دي عشان تبدأ توفر مخازن الحديد تاني عايزة سنتين ودي فكرة أنه سبحان الله الرضاعة أو الحمل لو يعني حملوها في صالوه في عامين يعني مثلا السيدة تحمرت تسعة شهور وتردع سنتين فأنت دخلها في سنتين وتسعة شهور اللي هي اعتبر الفترة الطبيعية اللي هو ثلاث سنين بين كل حملو التاني وفعلا سبحان الله الفترة دي فعلا بتبقى كافية جدا أنه مخازن الحديد دي تبدأ تتميلي تاني وتسترد قوتها تاني وتسترد قوتها وعفيتها تاني وبالتالي عنده دخولها في أي حمل مستقبلا بيكون مخازن الحديد عندها متوفرة وده اللي بيفسر ليه نسبة الحديد أو الأنميا عندنا عالية في مصر بزيزيز لأن احنا عندنا سوء تغذية من الأساس خلينا نكون صرحة مع بعض والجنين كمان بيبقى عنده أنيميا يعني شعرف يعني في البداية بص هو الجنين ده بياخد حقه ما بتلاقيش معالية يعني الجنين ده يعني حبغض النظر ممتو عنده أنيميا طبعا هو مش جيش عنده أنيميا هو بيأسرع عن النموه بعد كده ويعني مثلا تلاقي وزنه قليل عن زميله مثلا الحمل مش مشي خواس قوي بتتعرض لولادة مبكرة لطلق بيجيلها في توقيتات غريبة ده كله بسبب نقص نسبة الحديد وبالتالي التنشأة السليمة لو أنت صغيرة أنت مش لازم أنت أصدت نقطة التغذية احنا مش لازم نستنى التغذية أما الست تكبر وتتجوز وتحمل نبدأ نفكر ايه نوع التغذية اللي احنا ايه نشتغل عليه لأ حضرتك لو أسست البنت وهي صغيرة ودي نصيحة النظر بوجهة من هذا أنه الأسرة هي بناء المجتمع البنت الصغيرة ده هي كل المجتمع لو احنا هتمنا بالنشأ وعشان كده كان فيه حملة اللي هو إيه اللي هي الحملة اللي كانت قريبة بتاع الأديمية في المدارس والتقزم عند الأطفال وحيزة كده الحاجات دي اللي هو عندنا اسمها الوقاية خير من العلاق وبالتالي النهاردة لو أسست البنت اللي هتبقى أم في المستقبل بعد كده ويتبعت صورة الدم بتاعتها وشفت السوق تغذية ده مش شرط أنت ما بتكليش لأنت ممكن تكلي بس ما بتكليش العناصر المهمة في بناء الجسم ده اسمه سوق تغذية غير أن أنت ما بتتغذيش من أساس فسوق تغذية ممكن يبقى أكل حاجات كويسة جدا وابد عن الحاجات أو العناصر أو المعادن المفروض بناء فيها الجسم وبالتالي بالرغم أن الجسمه بينمو بس هو مفتقد الحاجات اللي تساعدني في المستقبل على حياتي بعد كده فكلنا بقى عندنا بشكل الحديد بالزبط كده وبالتالي هي نسبة تقنية عالية لأنه إحنا بنحمل عندنا الفكر الريفي أو التقليد وعلى فكرة ما روش دعب الريف برضو يعني الفكر المجتمعي والعداد والتقليد بتغذوا أكتر بتغذوا بس هي الفكرة بص هي هيا شئوا ضده يعني هما بتغذوا صحيح إذا أنت بحليك بتقولي بس بيحملوا وراء بعض فمهما زي ما نقول أنت أقول ما جيت إيه خد نفس كده عشان نعرف نتكلم كويس إحنا لازم ناخد نفس ما بين الحمل والحمل التاني عشان الست تقدر تواجه حياتها بعد كده وتطلع على فكرة ده كمان بنعكس على الأبناء يعني وبنعكس على الطفل اللي هي حامل فيه أو الرضيع بنعكس على أسرتها كلها وبالتالي إحنا نصحتنا النهاردة اللي هو الالتزام بالتغذية المناسبة في الطفولة من الطفولة مش لازم أستنى لغة مقبر إنت النهاردة لو الالتزامت بالتفولة وطلعت الناس كويسين جدا هتلاقي على فكرة إحنا كأطباء نس هنستريح في شغلنا للنهاردة بدل ما أكشف على مية سيدة والمية دول يطلع عندهم 80 واحدة عندهم أنيميا ودي نسبة عالية جدا لأنا ممكن شخص أكشف على مية لو هما متأسست كويس عشرة بس تطلع عندهم أنيميا طيب أسراء ألو أهلا أستاذ أسراء أهلا أستاذ أهلا يا حد فضل أنا كان عندي كورونا وبقالي كده إذن عندي الضبط وأنا خلاص كده وخفيف وأنا حاسة يعني أن فيروس ما جاتش وحاسة أن يمكن يكون في حمل وخدت برشام كتير قوي وخدت حياتك كتير قوي عندي كم سنة عندي كم سنة إسراء أنا 84 سنة عندك أطفال قبل كده أي سؤال يا دكتور يعني عايزين نعرف أخذ دورة عندها إمت عشان نقدر نحسب حسابات الحمل بس وده الليحة عايزين نعرفها وأجاب لي على السؤال الحاضر أنا كانت آخر حية كان يوم 12 ستة 12 ستة حاضر أنا أطمنها حالا طيب أسراء تابعين أو الدكتور يجابها لحضرتك تفضل يا دكتور هي بتقول أنها كانت شخصت خلاص بالكورونا فيروس كوفيد تزيز وبقالها أسبوعين وخفت وزي الفل وهي أخذ دورة 12 ستة فإحنا النهاردة يعني النهاردة دخلت 21 سبعة فيعتبر خده 35 يوم أو 40 يوم طبعا هي عشان تقطع الشكل باليقين تروح تعمل اختبار حمل في الدم اختبار حمل في الدم طب لو طلع اختبار الحمل سلبي ده ممكن نكون بسبب التوتر العصبي أو الفترة اللي هي عانت منها بمرض كوفيد 19 فإحنا مش عايزين نربط إنه ده مأخر الدورة أو إنه هو الدورة القطعت أو دخلت في سن يأس أو الفيروس وهو سبب لي عقم خالص على فكرة مجرد من حالة العامة للجسمي ترجع لحالتها الطبيعية ممكن الدورة ترجع لحالتها الطبيعية ما فيش أي مشكلة خالص يعني حتى أنت النهاردة لو أنت تم إصابتك بكوفيد 19 وبعد كده الدورة تأخرت ده ممكن يكون مرتبط بالحالة العامة بتاعت الجسم وبالتالي مفيش أي ألأ أو أي توطر أو أي خوف إحنا بس لو بنعمل اختبار حمل وطلع سلبي بروح نعمل صنار نشوف بطنط الرحم السمك بتاعها كام ولو فيه أي حاجة ممكن ندي إقراس تنزل الدورة وبعد كده الدورة تنزل طبيعا ما فيش أي مشكلة خالص ده رقم واحد طب لو إحنا النهاردة عملنا اختبار حمل وتارت حامل بقى هي خايفة إنها ممكن تبقى حامل ده مرجعتنا بداية الحلقة اللي إحنا أكلمنا فيها لو أنت حضراتك عملت اختبار حمل لو أنت حامل عيش حياتك عادي خالص حمل مش هيبقى فيه أي مشكلة لهائيا تابع حملك مع الطبيب اللي أنت بتابع به كل مرة ما فيش أي مشكلة خالص مش عايز يصيبك الزعر والتوتر من النهاردة اللي جاءت تسعر شوله قدام يعني ده بيأثر برضي يا دكتور بالظهر أنت بقى حضرتك النهاردة لو هتضر ابنك أو بنتك تمام لو أنت حامل يعني هتضرها مش بسبب كورونا فيروس بسبب التوتر والقلق اللي أنت ممكن تعيشيه تسعر شوله قدام وبالتالي نصيحة العزيز السيدة لو أنت عملت اختبار حمل ولقيت نفسك حامل انسي خالص أنت قصبت بكورونا فيروس وانسي خالص أنت قعدت أسبوعين تحت مؤسرات الأدوية وما يكونش عندك قلق حتى لو أنت خدت مخفضات الحرارة أو أدوية علشان تخفي وانت حامل مثلا أنت حتى يبقى حاملك قريب وإحنا بعد مثلا مرور 8 أسابيع أو 10 أسابيع بنقدر نعمل سونار سلاسي الأبعاد ونبدأ نشوف لو فيه أي تشوهات مبداية في هذا الجنين وعلى فكرة حتى لو حدث أنه فيه تشوهات مش لازم نربط التشوهات بكورونا لأنه ناس كتير جدا لا يصابوا بهذا المرض وبرضو بيحصلهم تشوهات فاللي ينطبق عليك في الحمل الطبيعي ممكن ينطبق عليك في أي وقت حتى لو أصيبتي بكورونا في السنة دكتور برضو يعني الآن يعني هي ترايح شوية السنة دي مش لازم نشوه كلا لا هي تحطت لا هي بص يا سيشي هي تحطت في الأمر الواقع هي الدورة كانت 12 ستة وإنتظرتها بقيت 12 سبعة فهي اتفرض عليها الحمل يعني هي بدأ عندها قلق يعني أنا دوقت معت دورة 12 سبعة وإحنا عندنا أول حاجة تشوك أن أنت حامل أنت معت دورتك اتأخرت عن المعادل اللي أنت منتظم عليه أنا فيها ده واحدة بيجي لها تدور كل 28 يوم جات 12 سبعة ما جاتش تدور وهي بصلا بيجي لها كل يوم 12 في الشهر فأول حاجة بتفكر فيها أنها تكون حامل بس أعتقد أنه ما فيش حاملة أنه برضو هي عشان يعني أتمنى في الفترة هي برضو أكيد محجوزة أو حيزة كده أو كانت تحت العزل فبالتالي حتى ما فيش قامت علاقة زوجية بصورة سوية وبالتالي هي تبقى فرص الحاملة عندها قليلة وضاية في هذا الشهر لأننا برضو الآنين بخصوص يعني كوفيد 9 ساعتصر بيرجع تاني يا دكتور برد هي جملة واحدة لا يعني هي سواء حامل أو مش حامل ما تقلقش في كل تالحالتين طيب نصيحة بقى لحضرتك وقتنا انتهى وعد بسرعة معلومات حضرتك جميلة نصيحة لسيدة الحامل خصوصا اللي هي يعني في البداية التعايش مع كوفيد 9 بكافة أشكاله وكافة صوره وكافة حالاته مش عايزين نصدر الإلقاء للناس حتى أنت النهاردة مصيبة أو مصابة بكوفيد 9 أو كورونا فيروس عيش حياتك هذه خالص تعاملي خدي احتياطات السلام والإجراءات الوقائية عايزك بس تكوني مش مزعورة أول ما يحصل عرض يبقى هو كورونا فيروس أول ما أسخن يبقى كورونا فيروس عندي إسهال أو ترجيع بكورونا فيروس طبعا يا دكتور فجيء شيء مهم جدا عايزك ترجعي للطبيب والمعالج بتاعك احنا ده وقت الأطباء بتوعنا كويسين جدا في كل المجالات حتى النهاردة احنا كأطباء نصدر التوليد بعيد شوية عن حتة أطباء الصدرية أو الكورونا فيروس أو حيزة كده ولكن بسبب انتشار الوباء وبسبب أن احنا بقنا انفولفت في الموضوع بتاع كورونا بدأنا نقرح حاجات كتير جدا فأصبح كل أطباء النساء النهاردة في أي عيادة بيتتبع فيها حمل عندهم الخلفية الطبية القوية جدا والخبرة وإحنا عندنا معدات حمل عالية جدا وبالتالي أي طبيب النهاردة تستشريف أي معلومة أو تتوجيه لي باستشارة أو بأعراض معينة سيق تماما أنه يبدأ يفيدك ويحطك على الطريق الصحيح ويطمينك وحضرتك في التنى جدا طبعا وريحت طبعا المشاهدين وخصوصا السيدة الحامل لأن الحمد لله مش بتتأثر بكوفيد-19 أو لغاية دلوقتي ما فيش أي سيدة تأثرت وجنين تأثري يعني بشكرك جدا لدينا دكتور محمد معلومات قائمة وجميلة وإن شاء الله يكون لنا لقاء تالي بإسم الله إن شاء الله مشاهدينا يا رب تكون الحلقة عجبتك طبعا وشيء مهم جدا أن احنا نتبع لإجراءات اللقائية سواء سيدة أحامل أو طفل أو رجل أو سيدة كبيرة طبعا ده شيء مهم جدا وياريت يكون ده نمط حياتنا كمان وسلوكياتنا ونمط حياتنا اليومية بشكرك جدا وبشكر طبعا ضفنا العزيز النعارضة الدكتور محمد إبراهيم سالم أخصيات توليد وأمراض النساء وتأخر الحملة والإنجاب والعقم أشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة إلى اللقاء